اخب من كابتن سمير اخب من كابتن سمير ادارة المسابقات لو معملهم عمل على رجل حداية مرمي في غيط في السلوم مش هيحصل كده في الدوري قسما بالله يعني لو معملهم عمل في رجل حداية في غيط في السلوم مش هنشوفه اللي احنا بنشوفه انا اصدت اسأل كابتن سمير ليه لان انا محروق دمي من قصة الظروف القهرية في اي شغلانة في الدنيا في اي قطاع في الدنيا بيبقى فيه مانوال بتبقى عارف الشروط عشان لا يخطئها او لا تخطئها العين ما ينفعش انا افسر بند بطريقة وحضرتك تفسروا بطريقة يعني ما ينفعش انا كنت شايف الظرف القهري عصير مثلا عواصف وحضرتك تكون شايف كحة مثلا الم في السنان مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا ما هو انا وانت لازم نشوف الظرف القهري زي بعض طبع عشان ما يبقاش كل واحد على اختلاف ثقافته وعلى اختلاف مرجعيته الثقافية او الاجتماعية او التعليمية بيعملوا ايه؟ بيحطوا بنود او لوائح او قوانين حاكمة للجميع واللي مش معرف فيها بيتعرف لما نيجي نطبق الكلام اللي انا بقوله ده على ليحة المسابقات المفروض انت تبقى ايه اللي ايه الظروف القهرية ليه بقى اقولك كده؟ تعالوا نستعرض مع بعض الليحة بتاعت او اللي احنا احتكمنا لها كلنا النهاردة اللي هي مادة 42 في الليحة اللي على اساسها كل الناس قاعدت تتكلم في عدم اكتمال المباراة عشان نطلع لك منها جزء حاجة تخليك تشد في شعرك عدم اكتمال المباراة فيه ثلاث بنود خليك من اول اتنين ونخروح معايا للبند التالت اللي هو ايه؟ في حالة انقطاع الطيار الكهربائي لمدة 45 ديئة متصلة او متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الاضواء او في حالة انخفاض الاضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة 2-0 ايا كانت النتيجة تمام تمام شوف انت بقى قلت ايه؟ ولا يعتبر انقطاع الطيار الكهربائي ظرفا قهريا قلتم؟ ليه بقى قلتم؟ عشان حاجتين الحاجة الاولانية اشمعنا في دي وضحت يعني اشمعنا في دي وضحت لنا وقلت لنا ان انقطاع الطيار الكهربائي لا يعد ظرفا قهريا جميل ده بقى اللي احنا عايزينه فانت ده معناه ايه؟ ان الظروف الكهرية عندك معرفة يعني انت عارف ايه هي الظروف الكهرية واللي مش من ضمنها انقطاع الطيار الكهربائي وبالتالي انت ذكرته فانت المفتوض كنت تقول لنا كلنا ايه هي الظروف الكهرية بدل ما احنا قاعدين من ساعة الموضوع ما حصل هو هيتلغي لا مش هيتلغي هو جاء عارفين سمير غنف المتزوجون هو جاء عندكو لا ما جاءش طب وصل هنا لا ما اطلعش طب هيتلغي لا طب هيتلغي هيلعب هاني سليمان لا مش هيلعب طب شيلوا الواد طب خد البيت طب شيلواد من الارض ادي الواد لابو وما حدش عارف حاجة ويجي الرد الرسمي من رئيس رابطة الانديا لنائب احمد دياب انه المطش سيعاد صح وده نزل عندنا عالشاشة ونزل في الجول ونزل في ستمائة موقع المطش هيتعاد وانقطاع التاركة الاربائي باللي حصل النهاردة بالماس ده ظرف خهري فكلنا قلنا المطش هيتعاد يقوم نازل بيان بعدها بقل من ساعة من رابطة المسابقات المتابعة لربطة الانديا بتقول الغاء مباراة سموحة وبرامدز نظرا لحريق الذي نشب في استاد الاسكندرية ادارة المسابقات برابطة الانديا تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وادارة استاد الاسكندرية وستصدر رابطة الانديا القرار بعد نهاية مباراة الجولة اللي هو بكرة وتتمنى رابطة الانديا المحترفة التوفيق للجميع طب اسدق مين اديني عقلك اسدق مين انه هيتلغي عشان ده بس كهربائي وانه ده ظرف قهري اللي احنا اصلا مش عارفين ايه الظروف القهرية وانه هنا مش بقول ان المسك كهربائي ظرف قهري مش ظرف قهري مفروض انت اللي تقول لنا المفروض الربطة هي اللي تقول لنا لان في حد ممكن يبقى شايف ان المسك كهربائي ده ان تيجد السخونية والدنيا سخنة والشمس ودراك الحارة عليه زي ما كابتن سامير قال وممكن حدا تاني يكون شايف ان ده اهمال ان الرجل المفروض بيعمل سنا ما عملش السيانة فانت اللي مسؤول عن الملعب كمنظم المباراة انت اسموحها فالاهمال ده انت اللي تشيره وانا مليش علاقة بي اللي بيفسر ده كله هو الرابطة او اللي عامل المسابقة اللي عامل اللايحة وهو يقول لك عشان نقدر نفصل ما بين ده وما بين ده بين القضاء والقدر وبين الاهمال بنعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة فاحنا هنستنى ده اربعة عشرين ساعة تامية واربعين ساعة لما في لجنة تحقيق هي يقول لنا كذا 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 فتروح اول ما الموقف يحصل تنزل على طول المانوال بيقول ايه الكاتالوج بيقول ايه اللايحة بتقول ايه تعرفنا كلنا ما نبقاش كلنا قاعدين كل واحد بيادله بدلوه وكل واحد عامل بيفسر اللايحة ويفسر القصة على مزاجه وعلى حسابه ختاما هقولك بقى على حاجة توريلك ان انت حتى مش اوبديتد ان انت حتى مش ماشي مع المستجدات اللي احنا عايشينها احنا عارفين دلوقتي ان واحد من الاجراءات اللي الحكومة بتعملها عشان تتغلب على الظروف الحالية هو تخفيض الاحمال الكهربائية وانقطاع التاري الكهربائي لمدة معينة من الساعات سواء ساعتين او ثلاثة في بعض المناطق انت ذاكر هنا ان انقطاع التاري الكهربائي مش من الظروف الكهربائية طب لو انا ما كان سموح ودلوقتي حصل تخفيض احمال تخفيض احمال وتقطاع الكهربائي حاجة انا مليش اي علاقة بيها ده اجراء سيادي اجراء من الدولة من الحكومة عشان الظروف الاقتصادية انا اعمل ايه هتحسبوا ساعتها ايه ساعتها كنت هتحسبوا الظرف قهري ولا مش هتحسبوا زرف قهري زي ما انت ذكر في الليحة وهتخلي سموحها خسرانة 2-0 وهو مليوش اي زنب لان دي حاجة على الدولة كلها بكل الناس اللي موجودة فيها بكل قطاعاتها دوريلك حتى ان انت مش قادر تعدل اللوايح بما يستجد من ظروف سيادية وظروف على الدولة انت حتى مش قضيتت معاها انت منفصل عنها معدلتش لاحتك يعني لو قدرة ان حصل تخفيض احمال او تخفيف احمال والنور قطع النهاردة عن السيدة السكندرية انت كنت تبقى للاحتك سموح يبقى خسرانة 2-0 مع ان هو مليوش اي علاقة ولا احمال ولا اي حاجة ومرش علاقة بالقصة اصل فعشان اقول لكم وارجع تاني اقول احنا عدينا مرحلة عالم سمس احنا دخلنا في تومونجيري وموكل ما يستجد من افلام كرتونية احنا بنعيشها من تفاصيل احنا مش فاهمين اولها من اخرها من لوائح احنا مش عارفين تعريفاتها ايه مش عارفين ايه اللي مقصود بيها فبالتالي بنقعد كلنا بعد ما المشكلة تحصل نشوف لها حل احنا بحاجة احنا بحاجة احنا بحاجة احنا بحاجة شكرا